نعم المالكي نعم جهاد نعم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان حديث من أنس من المالك سباب المسلم فسوق وقتاله كفر حديث بن مسعود رضي الله عنه إن الله تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أكثر ما كان الوحي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث من أنس من المالك إنه قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها عبي هريرة أكمل إنه قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها فصرف وجهي عن النار فلا يزال يدعو الله فيقول لك إن أعطيتك ذلك تسألوني غيره فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره فيسلف وجهه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال الله من يعود بك من القبط والقبائل أنا سبب المالك أنا سبب المالك فتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار من أدرك ركعة من الصلاة فقد أترك الصلاة أبي هريرة أو لكلكم ثوبان أبي هريرة أي مسجد نوضع في الأرض أولا أبي در لقنوا موتاكم لا إله إلا الله حديث من أبي سعيد عند من عند مسلم إنما الصيام جنة حديث من أبي هريرة عند الشيخين من أراد الحج فليتعجل حديث من حديث أبي هريرة عند أبي داود عند من أبي داود السيد الله حديث عبد الله بن الشيخين من صححه رجاله ثقات وقد صححه غير واحد واشتباه النسائي وجوده محمد كل خطبة ليس فيها يتشهد أبي هريرة عند أبي داود باب ما جاء في خطبة الحاجة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مبين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج الوحي حديث من كان يجد من التنزيل شدة حديث من كان بسم عبن عباس عبن عباس رقم كم هذا الحديث الثالث بعد خمسمائة وألف في جنبنا الصحيح للمجلد الرابع طيب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب عبد الله بن جعفر عن الشيخين من صلى البردين دخل الجنة أبي موسى الذي بعده أبي در أبي هريرة ألي بعده ألي بعده أنس عن رافي ابن حليد عن عائشة عن أبي أمامة عن جليل عن أبي هريرة عن ابن عمر وفي حديث ابن مليح عن علي عن ابن عباس عن ابن عمر عن ابن عز بن رفيد إن حق الشروط يوفى بها ما استحلأ لتم بيع فروج حديث من عقب بن عامر الذي بعده عائشة اللي بعده أنس الذي بعده ابن عمر الذي بعده مطلو غني ظلم وإذا أتبع حدكم على مليء فليتبع أبي هريرة عند الشيخين اللي بعده اللي بعده هذيفة الحق الفرائضة بأهلها ابن عباس عند الشيخين لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر مسلم أسامة عند الشيخين إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض أكمل نبيه بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض سنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاثا متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضار الذي بين جمدا وشعبان أي شهركم هذا قلنا الله ورسوله وعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بإسم غير اسمه قال قلس الحجة قلنا بلى قال أي بلدكم هذا قلنا الله ورسوله وعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس البلد قلنا بلى قال أيومكم هذا قلنا الله ورسوله وعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس يوم النحر قلنا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم وعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهدكم هذا وستلقون ربكم فيسعدكم عن أعمالكم ألا فليبلغ الشاهد لغائب أحسنت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر